كل اللي بيشوف شايفين التقدم اللي بيحصل فيه الكرة القدم في السعودية في الإمارات في قطر في كل البلدان الخالجية حوالينا وجهة نظري أن كرة القدم المصرية تحتاج إلى بعض الإدارة الحكيمة والجيدة وجهة نظري ان شاء الله ده يحصل خلال الفترة اللي جاية هتلاقوا الدوري المصري في مكانته الطبيعية تاني لأنه احنا عندنا فرقنا ومبارياتنا وجهة نظري أن هي هتظل دائما هي الأفضل مش بالكلام ولكن لو زي ما عمد متعي بقال كده قالك يعني المباراة اللي بقى أهلي وزمالك في آخر الدوري ممكن يكون الدوري خلص أنا هقول لحضراتكم وراني زمتكم لو ماتش أهلي وزمالك والدوري خلص للأهلي كالعادة يعني وآخر ماتش أهلي وزمالك حضراتكم مش هتقعدوا تتفرجوا حضراتكم كأهلوية مش هتبقوا متوترين من هذه المباراة مش أنتوا بس العالم العربي كله كده الأهلي وزمالك وضع مختلف شكل مختلف مباراة مختلفة في العالم كله في العالم العربي كله لكن الأهلي وزمالك هتفضل هذه المباراة بقيمتها مهما كانت اللي بيحصل حوالين الموضوع ومهما كان اللي بيحصل حوالين تخيل بقى حضراتكم نفسي الله العظيم أنا معرفش طبعا يعني الأمور الأمنية دي ما أنا بكلمش فمش بتاعتي ولكن تخيل حضرتك بتشوف ماتش أهلي وزمالك في استاد القاهرة بمئة ألف متفرج خمسين 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 ألف أحمر وخمسين ألف أبيض أنا هنا ما بتكلمش على أهلي ولا زمالك أنا بتكلم على الروح الحياة تعود مرة أخرى للاستاد أهلي وزمالك بخمسين ألف متفرج بمئة ألف متفرج بساعة كاملة أتمنى أن أشوف هذا المنظر مرة أخرى أنا لعبت فيه أهلي وزمالك بساعة كاملة وعارف أن مثل هذه المباريات الواحد بيبقى عامل إزاي الجمهور بيبقى عامل إزاي الجمهور وحلوة الجمهور الجمهور وجمال الجمهور الأهلي بجمهوره حاجة مختلفة دايماً المتشاط دي كنا بننتظرها أهلي وزمالك الاستاد مليان على آخر الجزء هنا أهلي وهنا زمالك وتتفرج على فرحة جمهور الأهلي وتتفرج على سعادة جمهور الأهلي مع لعبته نتمنى أن نرى هذا المنظر مرة أخرى خلال الفترات القادمة خلينا بقى نتمنى